هي كلمتاك واتها الله يفم ممتاك هي كتغني وانا كان بكيه وما يمكن شتد شما أكيد 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 الأمهات أكيد اللي مروا من ظروف حليمة أكيد حتى هما غادي بكيه وصراحة كنا خاصنا واحد المتنفس اللي نبكيه من قلوبنا واللي نحسوا أن البكية خارجة لنا من القلب ودنيا بوطازوت قدرت أنها تخرج لنا البكية من القلب سلسل المكتوب ما زال ما سلاش ونتظروا الجزء الثالث من المكتوب اللي غادي يكون أكتر إطارة وأكتر تشويق بزف الناس اللي بغوا النهاية المكتوب تكون هي نهاية زوينة بزواج المهدي وهيند ولكن للأسف النهاية كانت مأساوية والتحاجة مبعيدة معرفتوا آش كان في الجزء الثالث معرفتوا هيند ترجع للمهدي ويعطينا المخرج نهاية سعيدة عكس نهاية الأولى للجزء الأول والجزء الثاني علاقة حليمة بهيند هي علاقة أي أم ببنتها سوى مربيا سوى ولداتها من كرشها وراح لمربي كتر من الولد لمولود لأنك تكون عندها غير عوينة وحدة وخيفة عليها من الهواء خيفة عليها من كل شيء خيفة عليها للناس يجيقول لها راح هذيك راح غير مربيا خيفة لتبانمها خيفة خيفة يعني كتبقى عمرها كامل وهي خيفة على هذيك البنت أو للولد اللي مربيا وبدوري وبدوركم غادي نرفع شابو لجميع أبطال مسلسل المكتوب اللي بغيموا أدوا الدور وتقنوه بجدارة خصوصا سالمة سالمة حتى هي اللي لفتت الأنظار واللي التمثيل ديالها وصلينا يعني بغيموا هذي المسلسل المكتوب تحسي أنك تتفرجي في مسلسل تركي بامتياز لمن ناحية جودة التصوير لمن ناحية تمثيل المقنع لأبطال المسلسل كل شي داز زوين غير هي حاجة وحداء المسلسل كله داز بكا والمغاربة بكا وبحل تقولي احنا خاصنا البكا والحزن فنتمنى وأن الجزء الثاني يكون في واحد شوية الامبيونس ديال الضحك وديال الناشاط كما شفناها في الكواليس يكون في واحد طابع كوميدي واحد طابع هذلي اللي بنادم حتى هو يفوج شوية على قلبه ويتسنى ويترقب المكتوب وهو فرحان عارف راسورة ضروري غيشوف شي حاجة اللي تضحكوط مشطة خليتليكم الراحة ودائما ما تنسوناش من التعاليق الزوينة دياكم ولكنتوا أول مرة يخوتي وخوتي تشاهدوا القناة ما تنسوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وبالنسبة القناتي كيف ما كتشوفوا بوتيك ياسمينا لنك هنالا كان بياخوتي اخوتاتي جلالب والقفاطن وحتى الكرة دية القفيتناس بالإضافة إلى إكسسوارات وذهب فرنسا عدي نخلي لكم بعض الموديلات تشوفوهم كيف ما كتشوفو هذه الحسيرة محبوبة الجماهير الغزالة وكل شي كي حمق عليها لدينا أيضا دبيل جاد السرطلة سواء المفتول سواء السامبل كين عندنا هاد البراس اللي حتي لفرويته هو غزال 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 الخويت ما تكيش بهو الدهب لون الدهب وفيهم الطابع ديال الدهب والأتميناء في المتناول تواصله معايا عبر الرقم اللي غتشاهدوا على الشاشة 06772-855-83 واللي بغييجي عندي حتى المحل ديالي رح كين في البرنوسي بالضبط في الزنقاء ديالتواب غيت تواصله معايا وأكيد غنخلي لكم اللوكاليزازيون بالنسبة للناس اللي في كازا والناس اللي خارج كازا رح كندير لهم تتواصل لجميع المدن المغربية والأوروبا والأمريكا خليت لكم راحة ونتلاقوا أكيد فيديو جديد في أمان الله